السلام عليكم ورحمة الله نقف الآن في مخيم المغازي بالتحديد هذه المنطقة التي توغلت فيها آليات وقوات الاحتلال أثناء التوغل البر للمنطقة الوسطى بالتحديد منطقة البريج والمغازي كما نشاهد في هذا المكان دمارا واسعا حل بهذه المنطقة وتهديم وتدمير للبيوت والمربعات السكانية هنا نشاهد بعض الخيام التي نصبت من قبل الأهالي ويسكنون فيها بدلا من بيوتهم التي دمرت نشاهد هنا بعض الأطفال الذين يتجولون في الشارع تحت أشعة الشمس الحارقة نشاهد منظرا من الركام وطبقات البيوت التي ألسقت بالأرض جراء الاستهداف العنيف الذي طال هذه المنطقة هذه المنطقة من داخل مخيم المغازي كانت منطقة حيوية كما هو معروف عند أهل المخيم مخيم المغازي لكن جراء العدوان وجراء التوغل البر دمرت هذه المنطقة بالكامل والبيوت فيها ألسقت بالأرض وأصبحت أثرا بعد عين وأصبحت ركاما هنا نشاهد هذه الخيمة التي وضعت على ركام المنزل وبالتأكيد يسكنها وتسكنها عائلة من العائلات الفلسطينية والعائلات الغزية في هذا المخيم متجول أكثر وأكثر مشاهدين الكرام في هذه المنطقة وفي هذا المكان حيث لا نجد إلا دمارا واسعا ولا نجد إلا تخريبا ممنهجا من قبل قوات الاحتلال جراء توغلها في هذه المنطقة واجتياحها بالتأكيد هي العادة عند المواطنين الغزيين إذا هدم البيت فينصب خيمة ويقيم خيمة مكان الدمار ومكان وعلى أنقاض هذا البيت بالتأكيد هنا نشاهد يعني بعض المواطنين الذين يرددون شعارات بأنهم صامدون على هذه الأرض صامدون على هذا المكان صامدون فوق أنقاض بيوتهم نشاهد هذا الدمار الهائل لذلنا ندخل هذه الشوارع مشاهدين الكرام التي فيها بيوت مدمرة بالكامل ونجد هنا خياما كما قلنا نصبت وأقيمت في هذا المكان وفي هذا الشارع هنا أحد المواطنين من سكاني هذه المنطقة ويعطيكم العافية يعني الحمد للعسلامتكم الله يسلام هذه المنطقة شهد الدمار واسع خلال التوغل الإسرائيلي والقصف المشدد في البداية هل أنت من سكان المنطقة؟ والله يضره لأنا ساكن في المعسكر لكن حين ما صار الخبط بقيت ساكن عنده يعني هذا بيت العائلة بيت العائلة كامل هذه تقريبا دلمين ومتين متر وتقريبا تسع عشر أيل هذه المنطقة يعني خلال القصف كنتم موجودين في المكان؟ خلال القصف لا إحنا خلال ما خشوا علينا بقينا موجودين في البيت طبعا فجعنا أنهم جايين من المنطقة الغربية بدون محد يحس تقريبا تلاتة ونص في الليل ما طلعنا على صوت رصاوت القدايف والخبط طلعنا يعني تقريبا بعجوبة من هنا إحنا في أطفالنا بالنساء بختيارتنا بأبونا ببامنا ربنا لأعلم كيف طلعنا من المنطقة الحمد لله عسلام طيب يعني المكان زي ما أنا شايف مدمر بالكامل شو بتعمله هنا قاعدين؟ والله يتشار ما تشايف كل الناس بعملهم هو خيمة دارة بنزبط خيمة فوق الأنقاض فوق الأنقاض فوق الأنقاض هذا دار هذا دار الأبونا لكن ملهاش مكان مش معروف أن هي راحة أصلا دارة بعافشة ببيت هذا الدار بضر أخوي حوالي كلمة 200 و 270 متر وهذا دار أخوي وهذا دار أخوي وهذا دار أخوي هذا الجران نهيك يعني رغم التدمير إلا أنكم بنتم الخيمة فوق الأنقاض شو رسالتكم من وراء هاي الخيمة؟ وقت ما نقول حسب الله نعمل وكيش نقول بدنا وين نروح وين نروح وين مش لقين أيما وين نروحنا الحمد لله هنا في دارنا بما بلدنا وين نروح مش لقين فش أيما وين نزحنا عرفح وعلى النصرات في عيلة نصر العيلة في النصرات ونصر العيلة في الزوائي فرجعنا لبيتنا ومكاننا أفضل يعني إذا رأخوا أيتام غادي تحت الدار الهدم من لا ترون تشوفوا هاي غادي فش شارك هادي فش ما هو أيتام حوالي خمسة تنفار وهذه سبعة تنفار هذول حوالي تمانية تسعة عشر ربنا يفرج علينا هذا صعب المنزل بتأكيد مشاهدين الكرام هذا هو حال المواطن الذي دمر بيته بأنه لا مكان له يذهب إليه إن كان في مدينة رفح في جنوب القطاع أو حتى في المنطقة الوسطى بالتأكيد لا مكان آمن تركه الاحتلال لهؤلاء المواطنين حيث شردهم ودمر البيوت ودمر الممتلكات وجعلهم في هكذا وضع لا يملكون إلا خيمة يقيمونها على ركام منزلهم المدمر وبعض الأخشاب التي ينصبونها أو يقيمونها ببعض شوادر النيلون بالتأكيد لا يجدون أي شيء من مقومات هذه الحياة تحت أشعة الشمس الحارقة هنا مواطن كذلك ربما من هذه المنطقة عمي ربنا يعودكم وألف سلام عليكم يعني هذا بيتكم شو قاعد بتعمل هنا؟ أنا هذا بيت أخوي هاي بيتي لحطف هي الشادر فوق هذا بيتي مهدوط طبعا كله من جوه فش عمدان وفش حطان عملت خيم هيك أي بسيطة وقاعد فوق بس هذا بيت أخوي هاي برضو سكن على الشارع هذا بيت أخوي الكبير هذا بيت الحج مش عارفين وراح عفشوا راضوا بنعرف شو هان هو غاد عرف شو نجرفو يعني البيوت بعد ما تم قصفها وتجريفها مش مبين إلها أي أفع فش الهائية ما عالم فش اللي لا نسقل في البطول زي قد البطلة الموجودة غير هيق فش إلا ما عالم يعني هذا البيت تعالوالد الاختيار مش عارفين وراح البيت هذا بيت كبير حوالي 150-140 متر بعفشوا بحالوا بمالوا دورنا لما زيقنا نعطر عليها شيء ما القناش أي حاجة هذا البيت إلي لأ برضو كله من جوا ضربينوا مهدي الحطان من الشقة هذي كهدين العمديان عملت خيم وقعدت فوق إيجا سونا وروح نزحنا قبل يقع رفح وبعدين رجعنا وشتتنا هاي وهذا كالفنصرات وفي ناس في الزوائد قاعدة يعني في كل قرن قاعدنا ندبر حالنا أنا قاعد نزامتشا فوق الردم ما يولدنا صغار طلعتنا فوق الردم بنطلع لنا حديد بنطلع لنا سيخ أي حاجة بنأمن أبسط شيء بنعمل لنا مطرح بنقال بس بنقول حسبي الله ونعمل وكيل في اللي دمر الناس يقو عمل فينا هيك يعني أقول لك حتى والله إلا بدأ أقول لك مش حساد يقول إنه الخيل عنا خيل بالربي أربع روس خيل والله كتلوهم أول ما دخلوا ضربوا نسروقوا وهي أول فرس من أنها جنب وراء الله عدس كل كالبعض هاي في الجورة في فرس هي موجودة اللي بتقدر أنت لو لقيت تصور قبليك أجوا الجماعة وصوروها والدار هادي اللي واقفل عند الشجر يكفيه كمان الجوز خيل متحتين المدفونات وهنا عند التلاج هادي في كمان إحصان والله أربع روس خيل قتلوا جراء القصف ولا هو هم دخلوا هم لما دخلوا علينا اشتاحونا في الليل ضربوا اتفاجأنا فيهم صار يضربوا علينا سواريخ وقدايف هاي هذا جارنا بعرف الكلام هذا برضو جارنا يبيته ضربوا صاروخ على العمارة هديكة اللي في الواجه وتاني صاروخ ضربوا مطرح التلاج هادي بس مع التجريف طمو أربع روس خيل والله هادان الكتلوني أنا يعني لا ما سلم منهم لا البشر ولا الحجر والله يكرمك ولا حتى الطير ولا الدواب ما سلم منهم هادي المنطقة هاينا ما قفل فيها جنة والله إزاتون فيها عنب فيها بلع هاي البلعب صفت غات فيها زي ما أنت شايف الحمد لله رب العالمين لطلعنا احنا سالمين غرمين احنا أولادنا هالصغار إذن هي رسالة حية أو شهادة حية من قبل يعني أحد المواطنين هذه المنطقة لم تسلم لا بحجرها ولا بشجرها ولا حتى بالحيوانات ولا حتى الطيور كما ذكر أن قوات الاحتلال باغتتهم في هذه المنطقة وفي هذا المكان وقتلوا ودمروا كل شيء وأنه معالم الحياة في هذه المنطقة قتلوا الخيل وجرفوا الخيل وقتلوا الطير وجرفوا الحجر واقتلعوا الأشجار وأشجار النخيل كما ذكر لنا هذا المواطن أن هذه المنطقة كانت مليئة بالأشجار كذلك أشجار الزيتون وأشجار النخيل نتجول أكثر وأكثر مشاهدين الكرام في هذه المنطقة الواقعة في مخيم المغازي بالتحديد شمال منطقة مخيم المغازي شمال غرب مخيم المغازي هذه المنطقة التي تعرضت لتوغل بري إسرائيلي وقصف مكثف وهجوم مباغت من قبل قوات الاحتلال على المدنيين العزل في هذه المنطقة المدنية التي لا تضم إلا مبان سكنية وبيوت ومنازل هو خراب ودمار خلفه هذا الاحتلال لكن مشاهدين الكرام على الرغم من هذا الدمار ومن هذا الخراب إلا أن المواطنين في هذه المنطقة يعودون مجدداً كي يستكملوا حياتهم لأن لا مكان لهم إلا هذا المكان كما نشاهد في هذه الزاوية بعض الأشجار التي نبتت من جديد وبنبات هذه الأشجار تنبت الحياة مجدداً في هذه المنطقة من قلبي مخيم المغازي من هذا المربع السكني الذي دمره الاحتلال وتوغل فيه بشكل مفاجئ طلال العروقي الجزيرة مباشر